قال مدير مطار الملك الحسين الدولي في العقبة ناصر المجالي إن المطار يشهد حاليا نقلة نوعية في كافة المرافق والخدمات وأعلن خلال مؤتمر صحفي أنه تم افتتاح صالة لكبار الزوار ورجال الأعمال بشكل تجريبي من قبل شركة كويتية متخصصة فازت في عطاء تشغيله كمتطلب دولي ضمن معايير المطارات العالمية ويشهد مطار الملك الحسين الدولي حاليا تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الهامة ليواكب متطلبات المطارات العالمية بكلفة إجمالية تصل إلى سبعة ملايين دينار فيما يتعامل شهريا مع مائة واثنتين وخمسين رحلة طيران واستقبل المطار العام الماضي مائتين وعشرين ألف مسافر ويتوقع أن يصل عدد المسافرين مع نهاية هذا العام إلى ثلاثمائة وخمسين ألف مسافر الصالة تم افتتاح تجريبيا الأسبوع الماضي وسيكون الافتتاح الرسمي خلال النصف الثاني من الشهر الحالي الصالة تم إنشائها لخدمة ركاب درجة رجال الأعمال والمستثمرين القادمين والمغادرين من العقبة وهي خطوة تأتي لتعزيز منظومة الخدمات المقدمة في المطار للركاب القادمين والمغادرين من العقبة ترجمة نانسي قنقر